بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعاله طيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين تحدثنا في الحلقة الماضية حول أسلوب الخطاب الثقافي الإسلامي وفي هذه الحلقة نواصل هذا البحث الخطاب الثقافي إذا أريد له النجاح وأردنا أن يكون ناجحاً ومؤثراً يجب أن تتوفر فيه مقومات النجاح لأن الأشياء إذا لم تتوفر فيها مقومات النجاح فإنها لا تنتج النتيجة المطلوبة ويكون مصيرها الفشل ولكن إذا صارت ذات مقومات النجاح فإنها حينئذ تكون مؤثرة وناجحة أول مقوم من مقومات النجاح هو تشخيص الهدف من الخطاب لأنه في بعض الأحيان البعض هدفه استفزاز الطرف الآخر وفي بعض الأحيان يكون الهدف إسقاط وإذلال الطرف الآخر وفي بعض الأحيان الأخرى الهدف هو التأثير في الآخر أو هداية الآخر في بعض الأحيان الإنسان أو بعض الناس أو بعض الجهات أو الدول تريد استفزاز الآخر لأجل غايات وأمور يريدون الوصول إليها فحينئذ يستعملون أسلوبا هذا الأسلوب يستفز الآخر ويجعل الآخر يتخذ موقفا عدائيا وصداميا طبعا في الخطاب الثقافي الإسلامي هذا النوع من الخطاب مرفوض لماذا؟ لأنه ليس الغرض من الخطاب الإسلامي هو استفزاز الآخرين أو الاستدام معهم في بعض الأحيان هناك نوع من أنواع الخطاب يراد به إذلال الآخر يعني في بعض الأحيان جهتان أو شخصان بينهما مشاكل فكل واحد من الشخصين أو الجهتين يدور ويبحث عن ثغرة في الآخر فحينما يجد تلك الثغرة يحاول الدخول منها لإذلال الطرف المقابل يبحث عن نقاط ضعفه لا لعلاجها وإنما لإذلال ذلك الطرف هذا النوع من الخطاب أيضا في الخطاب الإسلامي مرفوض ولذا نحن إذا رجعنا إلى الروايات نجد أن من الصفات الأخلاقية المذمومة هي حالة المراء حالة المراء هي حالة لإثبات الاستعلاء على الآخر أو لإذلال الآخر يعني في بعض الأحيان شخصان يتجادلان وهذا الجدال ليس الغرض منه من كل الطرفين أو من أحد الطرفين الوصول إلى الحق وإنما الغرض منه أن كل واحد منهما يثبت جدارته وتفوقه وتفوقه واستعلاءه على الآخر هذه الحالة حالة المراء طبعا في حالة المراء أحد المتجادلين أو المتناقشين حتى إذا التفت قبل النقاش أو في أثناء النقاش أن الطرف الآخر هو على حق ولكن لأنه لم يدخل في النقاش أو الجدال للوصول إلى الحق وإنما لأجل إثبات حالة من الاستعلاء أو لأجل التغلب على الآخر وإذلال الآخر فإنه سوف لا يتقبل الحق الذي ينطق به الطرف الآخر وهذه الحالة يعبر عنها بالمراء حتى إذا كنت محقا لا تقدم على المراء وهذا النوع من المراء مذموم في بعض الأحاديث الشريفة أنه عن المراء ولو كان محقا يعني من صفات المؤمن أنه لا يماري حتى إذا كان كلامه صحيحة لماذا؟ لأنه المراء ليس الغرض منه الوصول إلى الحق فحتى إذا كنت محقا فماريت هذا المراء ليس الغرض منه الوصول إلى الحق وإنما الغرض منه إثبات الذات والشخصية والاستعلاء على الآخر وإذلال الآخر فهذا الهدف لأنه هدف غير سليم وغير شريف ولو كان المحتوى صحيح ولكن لأن الحدف غير سليم وغير صحيح فإن هذه الحالة من الجدال يعبر عنها بالمراء وهي حالة مذمومة لذا نحن مثلا بين قوسين نشاهد أن الله عز وجل في سورة المنافقون يقول إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يعني حينما كان يأتي المنافقون إلى رسول الله ويقولون إنك لرسول الله هذا الكلام هو كلام صحيح وكلام حق ولذا الله عز وجل قبل أن يرد المنافقين وقبل أن يذكر أنهم كاذبون يذكر أن هذا الكلام في حد ذاته صحيح إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله الله عز وجل يقول والله يعلم إنك لرسوله يعني الكلام صحيح ولكن لأن منطلق هذا الكلام لم يكن منطلقا صحيحا الهدف لم يكن هدفا صحيحا لذا الله عز وجل يكمل والله يشهد إن المنافقين لكاذبون هؤلاء كاذبون ليس لأن محتوى كلامهم باطل لا محتوى الكلام صحيح ولذا قال والله يعلم إنك لرسوله ولكن لأن المنطلق لم يكن منطلقا سليما ففي المراء هو جدال حتى إذا كان الإنسان محقا في كلامه ولكن لأن المنطلق ليس منطلقا صحيحا فلذا كان المراء من الصفات المذمومة فبناء على ذلك في بعض الأحيان منطلق الخطاب هو منطلق لإذلال الغير وإثبات الاستعلاء عليه هذا المنطلق أيضا فالخطاب الإسلامي مرفوض وإنما النوع الثالث من أنواع الخطاب هو الخطاب المراد في الخطابات الإسلامية وهو الخطاب لهداية الآخرين أو بتعبير آخر الخطاب الإقناعي لإقناع الآخرين يعني إذا دخلنا في جدال مع الطرف الآخر ليس لآجل إذلال ذلك الطرف وليس لآجل إثبات أنه نحن أعلى منه وإنما لآجل أن نهديه ولذا الله عز وجل في القرآن الكريم يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الحكمة الحكمة وضع الأشياء في مواضعها والموعظة الحسنة وليس الموعظة الخشنة موعظة حسنة تكون ليس فيها حالة من الاستعلاع على الطرف الآخر حتى إذا كنت عاليا لكن ينبغي عليك أن لا تستعلي وجادلهم بالتي هي أحسن لا الجدال بالتي هي أخشن نعم إذا كان هناك الطرف المقابل رفع السيف في وجهك وأراد أن يحاربك فإنه في هذه الحالة ينبغي عليك أن تدافع عن نفسك ولذا في آية أخرى الله عز وجل يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ليس المراد من الذين ظلموا منهم يعني الذين يعتقدون اعتقاد غير صحيح جميع أهل الكتاب اعتقادهم غير صحيح وقد ظلموا أنفسهم باعتقادهم غير الصحيح وبإشراكهم بالله سبحانه وتعالى وإنما المراد من قوله إلا الذين ظلموا منهم يعني إلا الذين اعتدوا عليكم الظلم بمعنى الهجوم عليكم الهجوم بالسلاح فهنا ينبغي عليك أن تدافع عن نفسك والدفاع عن النفس قد يقتضي أن ترد المعتدي بحمل السلاح في وجهه فبناء على ذلك الخطاب الإسلامي يراد منه التأثير على الطرف الآخر وهذا التأثير لإقناعه ومن ثم لحدايته ولا يراد منه إذلال الطرف الآخر ولذا نحن نشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله في محاجاته مع الكفار والمشركين كان احتجاجه احتجاج لا يستفز الطرف الآخر وإنما يستثير عقله وعاطفته وفطرته كما ذكرنا في حلقة الماضية بأن الخطاب الإسلامي قد يستثير العقل قد يستثير العاطفة قد يستثير الفطرة وفي كل موضع ومكان حسب ما يليق بذلك المكان الذي يعبر عنه بالحكمة وهو وضع الشيء في موضعه فالخطاب الإقناعي وهو الخطاب الإسلامي لذا حتى مثلا نشاهد في هذه الآية الكريمة كمثال الله عز وجل حينما يخاطب المشركين أو الكفار يقول لهم إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين طبعا من الواضح أن الرسول والمسلمين هم على هدى وأن الكفار والمشركين هم في ضلال مبين فلو كان هكذا يقول إنا على هدى وأنتم في ضلال مبين الكلام صحيح كان صحيحا ولا غبار عليه وهو الحق ولكن هذا النوع من الكلام ومن الخطاب هذا النوع استفزاز للطرف الآخر حينما تقول أنا حق وأنت على باطل يستفز الطرف الآخر بشكل طبيعي وإذا استفز حتى إذا رأى كلامك صحيحا فإنه حينئذ يرفض هذا الكلام دفاعا عن كرامته المزعومة ولكن نجد الآية تقول إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين أحدنا لا على التعيين في الظاهر على هدى والآخر أيضا لا على التعيين في الظاهر في ضلال مبين هذا النوع من الخطاب يجذب الطرف المقابل فيفتح أقله وقلبه وفكره للاستماع إليك ولا يجدك تريد إذلاله حتى يدافع عن كرامة نفسه بإنكار كلامك ورد كلامك حتى إذا كان حق وإنما يجدك ناصحا يجدك مشفقا يجدك محبا يجدك رجلا أو إنسانا تريد أن تأخذ بيده فهذا النوع من الخطاب يؤثر فيه وإذا في قرارة نفسه وجد كلامك صحيحا اعترافه بصحة كلامك لا تكلفه نفسيا شيئا لأنك لم تستفزه ولم تهين كرامته لكي يدافع عن هذه الكرامة فالخطاب الإقناعي والخطاب الذي يراد منه هداية الطرف الآخر ولا يراد منه استفزازه ولا يراد منه إذلاله وإسقاطه يكون ضمن أطر خاصة من تلك الأطر أنه كما ذكرنا يستثير عقل المخاطب وعاطفته وفطرته الإطار الآخر لهذا الخطاب الإقناعي أنه لا يحصر المخاطب المخاطب المتكلم خطابه بإطار زماني أو مكاني ضيق يعني مرة نحن نتكلم لزمان فقط لمكان فقط هذا النوع من الخطاب لزمان محصور ولمكان محصور قد يكون له تأثير موقت بانتهاء ذلك الزمان وبتغير ذلك المكان والظروف ينتهي أثره الميزة الأخرى أو الإطار الآخر للخطاب الإسلامي الثقافي الإقناعي هو أنه يخترق حاجب الزمان والمكان لا ينظر إلى اللحظة التي هو فيها لكي يبقى هذا الخطاب مؤثرا نحن نجد أن القرآن الكريم مؤثر على مدى أربعة عشر قرن الماضية وسيؤثر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وكذلك خطاب الرسول والمعصومين عليهم الصلاة والسلام لأن هذا الخطاب لم ينحصر في زمان أو مكان وإنما جاء ليخترق الزمان أو المكان حتى إذا الطرف الآخر كان معاندا يعني في بعض الأحيان نحن نجد الطرف الآخر معاند نتكلم معه ولكن لا ننظر إلى هذا المعاند فقط ولا ننظر إلى هذا المكان الذي اجتمع فيه المعاندون فقط وإنما ننظر إلى أن هذا الكلام سيصل إلى الآخرين لا ينحصر هذا الكلام بهذا المعاند أو هذا المكان هذا الكلام سيصل إلى الآخرين سيصل إلى أجيال أخرى سيصل إلى أماكن أخرى سيصل إلى أزمنة أخرى يخترق حاجب الزمان والمكان فلذا نراعي أيضا الحالة الإقناعية لا الحالة الاستفزازية ولا الحالة الإذلالية حتى مع المعاندين مثلا نحن نشاهد كمثال على ذلك الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء كان يخاطب هؤلاء يتكلم معهم يعظهم البعض يسأل هؤلاء ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة هؤلاء الذين جاءوا لقتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ما كان يؤثر فيهم هذه الموعظة فلماذا وعظهم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هل لأجل إتمام الحجة فقط والحجة كانت تامة عليهم قبل أن يأتي الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إلى العراق الحجة كانت تامة عليهم لعله من الأهداف كان اهتمام الحجة ولكن لعله من الأهداف أن هذا الكلام ليس فقط موجه لهؤلاء المعاندين وإنما هذا الكلام موجه إلى جميع البشرية في جميع الأمكنة وجميع الأزمنة وهذا الكلام مؤثر إلى يومنا هذا وسيؤثر أيضا في المستقبل لأنه وجد فيه شروط التأثير فلذا البعض مثلا كمثال يستشكل على طلب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ألماء في يوم عشوراء أو حسب بعض الروايات أنه طلب لطفله ألماء في يوم عشوراء يقول بأن هذا النوع من الكلام لا يناسب حالة الإباء للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لكنه غافل عن أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ما كان يخاطب فقط من جاءوا لقتاله كان يعلم أنهم لن يستجيبوا له فهذا الكلام مع علمه بأنهم لم يستجيبوا له كان الغرض منه إيصال هذه الحالة العاطفية والحقائق الموجودة في الثورة الحسينية إلى الأجيال اللاحقة كما وصلتنا هذه الحقائق إن شاء الله في حلقة لاحقة سنواصل هذا الكلام بإذنه تعالى هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وآله الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بالضرحل ذهب أتعالى اشتركوا في القناة